الخروج من الطابع التجاري للعلاقات الاقتصادية بين تركيا والجزائر هو الهدف الرئيسي الذي تهدف له جمعية شرق الأناضول للمصدرين الأتراك التي عقدت اليوم لقاءات مهنية مع مصنعين جزائريين في ميدان الصناعات الغذائية هناك ثلاث شركات تركية كبيرة قادمة للاستثمار في الجزائر هي فقط تبحث عن الشركاء المناسبين لا نريد أن نبيع متجاتنا فقط بل نهدف للتصنيع في الجزائر اللقاءات تمت بحضور وفد تركي ممثل بعشر شركات كبيرة من شرق تركيا وثلاثين رجل أعمال تركي تبحثوا مع متعاملين جزائريين فرص تسويق وإمكانية تصنيع منتجاتهم محلياً بالجزائر لقد أعطان الرئيس يردوغان تعليماته بزيادة الاستثمارات التركية المباشرة في الجزائر هذا الأمر ينطلق أساساً بلقاءات عملية كالتي نحطرها اليوم ديناميكية متسارعة تعرفها العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتركيا تهدف الأخيرة من خلالها إلى رفع حجم استثماراتها بالجزائر إلى قيمة خمسة مليارات دولار وعلى جعل الجزائر بوابة نحو توسعها في السوق الإفريقية